مرحبا برج السرطان أهلا فيكم في قراءتكم العاطفية في شهر يونيو هذه القراءة رح تصلح حق الطالع الشمسي وأيضا القمري نبتدي أول شيء في برج السرطان ما الذي ينتظرك في الأسابيع القادمة مع الشريك طاقة الشريك أو الحبيب الطاقة العام من الشريك وعندنا الكارتات اللي يتفرعوا برج السرطان أو الكارت عندك أو الطاقة العامة الخماسيين كأنما هني قاعدة أشوفك على وشك الخروج من وضع والدخول في وضع جديد ولكن الجميل في هاي الكارت حق طاقتك هالشهر إن خروجك رح يكون انسيابي مو خروج مفاجئ مو خروج بطريقة أن تتخلى عن كل شيء قديم لا بالعكس كأنما أنت تدخل في شخصية جديدة لك قاعد تتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة ولكن أنت كمان كإنسان قاعد تتغير قاعد تتطور قاعد تنمو والتغيير صاير انسيابي لأن شوف هذا الشخص يوازن نفسه على الخماسي القديم فأثناء ما هو متوجه إلى الخماسي الجديد طاقة جدا جميلة مع الشريك خلنشوف كيف الشريك رح يقابل طاقتك أربعة الأكواب أوكي لأن الشريك هناك كأنما متعود أنه دائما أنت اللي تبادر أنت اللي تعرض عليه شوف أربعة أكواب معناته صار في نمط عنده أنا دائما أنت اللي تعرض عليه أو تاخذ خطوة تجاهها صح؟ ولكن الخطوة اللي أنت رح تاخذها في طاقة مختلفة مطاقة الماء اللي متعود عليها الشريك طاقة برد السرطان الحنون الشاعري الهادئ اللي يسامح اللي قلبه كبير وما يهم من اللي ياخذ أول خطوة صح؟ فأنت هني كأنما الشريك يفكر أنه أنت متعمد الابتعاد عنه أو عدم أو عدم المبادرة لأنه متعود أنه دائما هو يجلس في مكانه وأنت اللي تبادرة ولكن أنت لا اللي أشوفه هني أنه مو قاعد حق في بالك أنه تتعمد تأذي أو حط الضايقة وأنه ما ابتديت تستطعم حلاوة النموم الشخصي أنه أنا من أكون كبرج السرطان بدون هذا الشخص في حياتي مو معناته أني أريد أن أبتعد عنه أو لا أفكر فيه أو ما أحبه أبدا ولكن ما الذي يعني أن أنا أوازن نفسي أعرف أمسك العصى من النصف ولكن بطاقة التراب الخماسيات من دون أن أكثر العطاء كثرة العطاء نعود الناس مثل ما أقولك أنت تعود الناس أو تعلمهم كيف يعملونك وهذا اللي صير يا برج السرطان كأنه ما هني هو متفاجئ شريكك وما يعرف شنون رح يتعامل معك رح يتفاجئ بتغييراتك الإيجابية والنمو الشخصي على الصعيد الشخصي قاعد أتشوف هنا نموك بعيدة عنه أو ما يخصه بشكل مباشر خلا نشوف عندي كرت العاشقين العاشقين هو كرت برج الجوزاء ممكن أنك تتعامل مع برج هواي أو حتى التراب هنا عندنا طاقة التراب ولكن دائما هذه طاقة توأم الروح أو الشخص الثاني ممكن أيضا هذا يكون بالنسبة لك أنت في هاي الطاقة ما بين الشيئين الجمع بين شيئين أنت في مرحلة انتقالية مثل ما قلت لك تعرف مرحلة النحت لما يكون عندنا قالب كبير ما في شكل ما في تعبير لأنه مجرد قالب أنت قاعد تنحت نفسك بنفسك خلال هاي الفترة قاعد تدخل في الشخص الجديد الشخصية الجديدة قاعد ترجع إلى نفسك ولكن مو أي نفس النفس القوية شخصيتك القوية قاعد ترجع لها قاعد توجد نفسك خطواتك في طريق غير طريق الحب حتى لو كنت متزوج حتى لو كنت مرتبط يمكن صار لك فترة طويلة أن دائما مثلا تسوي الأنشطة أو تدير البيت تدير العلاقة مع الزوجة ومع الشريك بطريقة أنه إحنا دائما شركاء إحنا دائما نسوي كل شيء مع بعض وأنا دائما أرجع لشريكي في كل شيء قبل ما أخذ قرار هنا أشوفك لو ابتديت داخل طاقة الاعتماد على النفس أنا من بدون شريكي لأن إذا ما أعرف أنا من بعيد عن هذا الشخص هاي اللي أنت تقولي يا برج السرطان إذا أنا ما أعرف أنا من بعيد عن هذا الشخص معناته ما أقدر أعطي اللي يتوقع مني معناته رح يظل مخضول هذا الإنسان صح أوكي الشمس كرت برج الأسد رح تكبر شوف الشمس دائما توضح الأمور عندنا أو معناته في طريق بينك وبين هذا الشخص اللي أنت حطه في بالك ولكن مو الطريق الاعتيادي بما معنى مو قلت لك أنت هناك في السابق دائما تبادر ولكن اللي أشوفه هني لماذا هذا الشخص متأثئف ما قاعد ينظر إلى أي من المبادرات أو حتى يلقي نظرة أو يعترف بجهودك لأن تعود على هاي الشيء فسلوكك هنا لطريق مختلف قاعد يوضح لهذا الشريك أو لهذا الشخص بشكل عام مكانتك في حياته ابتدى يشوفك أنت نفسك في ضوء جديد شفت لما يكون عندنا لوحة جميلة أو منحوطة معينة حقونها في المعرض تحت أفضل إضاءة أنت هاي اللي مقبل عليه في المرحلة القادمة في نظر الشخص الثاني رح تصبح اللوحة المميزة أو الشخص المميز رح تصل في نظرة إلى درجة من الكمال وينبهر حتى تكبر بعينه ولو أنه كان متوقع أنه دائما أنت لا رح تبادر ولكن هذا الشيء تأكد اعتزازك بنفسك في الفترة القادمة رح يخليك تكبر بعينه الكارت اللي بعدها ملكة السيوف الملكة اللي تعرف تحط حد طاقة السيوف تقريبا هي عكس طاقة الماء طاقة الماء هي طاقة الإنسيابية اللي ما تحب المواجهة ولكن هنا أنت قاعد تاخد طاقة وضع الحدود أرسم حدود صح؟ مو قدت لك أنت هنا تنحت هذا مستوى ثاني للقوة اللي أنت إن شاء الله خلال أسبوعين القادمين رح تصل فيها في هاي العلاقة مع هذا الشخص هذا الشخص مو محتاج حب عطيته لكثير من الحب أنت هنا محتاج طاقة توضيح شمس وسيوف أحط لك حدود وأفهمك ونقعد مع بعض هذا هي طاقتك نعم كرت الشراكة عندي الشريك الغصنين رح يختار أنه يدخل في العلاقة مثلا لو أول اللي كان عنده هذي الطاقة رجل داخل العلاقة ورجل خارج العلاقة أوقات يكون بارد أوقات حار أوقات يقترب أوقات يبتعد لكن وجود طاقة ملكة السيوف عندك رح تخليه يلتزم يثبت تثبت مثل ما هالغصنين منغرسين في الأرض رح يثبت لأن الحقيقة اللي يحسها دائما هذا الشخص كان دائما يبحث عن خلي نقول شرارة فيك شرارة المواجهة شرارة الشجاعة شرارة التوضيح أنت أثبت له بما أنك هنا أثبت له وما شف هذا المشوار فهذا رح يشوفك فضوء جديد ورح يكون جدا متحمس أو منه ومن نفسه حتى يلتزم معاك ما ينتظر منك أنت اللي تبادر هو اللي يلتزم من نفسه هذا هو اللي أنت إن شاء الله مقبل عليه مع الشريك خمسة الأكواب وداعا للمرحلة المؤلمة وداعا للمرحلة اللي أنا دائما أطرق فيها الباب على هذا الشخص وما يجيب لا عجلة الحب تغير الوقت تغير الوقت اللي كان قوي أصبح ضعيف واللي كان ضعيف أصبح قوي تغيرت المعادلة بينك وبين هذا الشخص أو على وشك أن تتغير في الفترة القادمة اللي كانت له اليد العليا أصبح الحين هنا مستغرب لماذا برج السرطان ما يبادر أو ما يلحق وراي أو ما يسأل عني لأنه متعود أنه دائما مثلا أنت اللي تكون متواجد لأنه أتشوف برج السرطان مو من الأبراج اللي يهتم في موضوع مثل الكرامة والكبرياء لا من الأبراج المتواضعة فهذا شخص فهمك غلط ولكن في الفترة القادمة رح يفهمك وجدا صح بما أنه عندنا كرت الشمس وهو كرت الوضوح الحقيقة رح يتضح له الجانب القوي منك الجانب الصارم منك رح يعجب في هذا الجانب ترى لا تخاف أنه مثلا يهرب أو أي شيء لا بالعكس رح يقف منتصبا مكانه ثابت منغرس ويقول لك خلاص الحين لازم ناخذ فعلا خطوات جادة لأنه تغير الوقت لأنه عرف أنه ابتدى يخسر سيطرة على الوضع أسلوب القديم ما عاد ينفع معك ويأتي بنتيجة لأنك خلاص تخطيت أنت هنا أشوفك في خمس الأكواب تخطيت المرحلة المؤلمة أو المرحلة التي تنتظر فيها شخص أن يقبل عرضك برج السرطان تشوفه في فترة القادمة توقف عن إرسال العروض تجاه الشارك حبا في نفسه التفاة لنفسه دعنا نشوف إلى ماذا سيتطور الوضع خلال أسابيع القادمة بينكم هذا كارت برج السرطان يعني أوقات بعض التغييرات اللي نكون فيها ممكن أثرها هيكون سلبي مع الشريك ولكن التغييرات اللي أنت مقبل عليه يا برج السرطان جدا جميلة رح تكون طريقك المختصر إلى قلب وعقل هذا الشخص واحترامة حتى نشوف كارتك أنت تسعة الأخصان عدم الاستسلام الثبوت والصمود تقريبا مثل ملكة السيوف ثابت وصامد مصر على موقفك مصر على أنا واقفة هني أنت تقول أنا واقفة هني ما راح قلتلك ما راح أقدم عروض أكثر وما راح أرسل أي خطوات ما راح أقوم بأي خطوات حتى تجاهك خلاص انتهيت من المبادرات عندين أنا واقفة هني إذا شعرت بالرغبة أنت تفضل عندي هنا واقف برج السرطان واقف وثابت خلنا نشوف الشريك ثلاثة السيوف الشريك جدا راح يكون راح يكون جدا مصطوم من طريقة تصرفك قال عندك كويط طاقة هوائية هني محتمل أنك تتعامل مع شخص هوائي وانعكست الطاقة ليش عندنا هني عجلة الحظ انعكس اللي كان فوق صار تحت واللي تحت صار فوق اللي كان يتعامل بأسلوب دائما مائي ولطيف أصبح الآن الشخص القوي في العلاقة واللي كان دائما متعود أنه يحصل على كل شيء بالراحة أصبح مخذول ومصدوم أن شلون برج السرطان من وين أثت لهاي القوة والثقة يتصرف بهاي الطريقة ولكن قاعد أشوف في النهاية شوف ثلاثة السيوف هو ألم أو صدمة نعم ولكن الصدمة دائما يأتي بعدها شفاء شفاء لتوازن هذه العلاقة لطريقة تعاملك حتى على المدى الطويل انت ما تبي تغييرات مؤقتة انت تبي تغييرات تدوم مع هذا الشخص فحان الوقت يا برج السرطان أن نضع الأمور في نصابها الصحيح مع هذا الشريك اللي بالعكس رح يستقبل تغييراتك بكل احترام وتقدير وعندنا هنا رغبة في أن ينضم إليك عزيزي برج السرطان هذه كانت قراءة ترجمة نانسي قنقر